الدراسات تقول أن هناك 40% من الإشعاع اللي يتعرض له المرضى ليس مفيداً على الإطلاق للمريض ولا يحتاجه حتى المريض لذلك يتعرض المريض إلى إشعاع زايد لا فائدة منه السؤال اللي تطرح الدورة هذه كيفية تقليل الدوز للمرضى كان دائماً التركيز على نوعية الجهاز نوعية التكنيك لكن كان دائماً يتنسى أن هناك جانب كبير اللي هو الطبيب الممارس الذي يرسل في طلب الإشعاع لذلك أحد الكريتيريا المفروض تطلع فيها التوصيات أنه يجب يكون هناك دورات توعوية للأطباء